بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرت السيدين رسول الله وعلى آله وصعبه أجمعين شاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت العنوان using the size and position window رح نتكلم عن size and position يا جماعة عشان نعمل control في size and position بتاع أي object احنا عملناه insertation to the slide بتاعنا جست مني اضغط اي كليك كيف نختار size and position مني اضغط على الشيب اروح على قيمة ومن من مربع الصغير ده عشان افتح لي ام ويندو تمام لو ضغط نكليك عليها هفتح لي اول هصيز يا جماعة عودية تخاصة به اللي هاي الارتفاع بتاع الشيب طبعا الهاي والويتس بيزيدوا مع بعض لاني للأشبكت ريشيو مفتوحة جماعة ده خاصة بالالتفاف بتاع الابشيكت بتاعنا ده بيديني اه تكبير اه بعمل كالعادة يعني لو انا طبعا شلت اللوك وحاولت اغير مسلا في الهاي هلاجي ان الهاي بتغير لوحده بس مش مربوط بلويتس لو انا رجحت اللوك تاني وغيرت مسلا في الويتس هلاجي ان الهاي برضو بيزيد معا يا جماعة ده بتحاول تعمل لي كروب في المشهد طبعا بناء على مين على الابعاد انت بتعمل كروب من الليفت بستة وستين بيكسل من فوق عايزه كم بيكسل هيبتدي يكوّب لك المشهد يعني بيعمل كروب بيقص يا جماعة الجانب التاني طبعا معايا الرايات والليفت اه نوع انا اعملت ريسيت هرجع لصورة الوضعها ليفت راضي من غير ما اه تحصل فيها اي شيء الوضع الطبيعي بتاعها ده بالنسبة لي الجانب التاني كالخص بي البوزيشون وده بالنسبة لما كانها بالظبط هوريزونتال فين من السلايات بتاعي يعني مثلا لو كانت من السيمتر هتبقى مثلا هوريزونتال على على الرأسي متين 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 تلاتة وستين بيكسل من مركزها طبعا الكلام ده بيتغير كل ما انت بتغيرها الفكر كلها ببساطة بيعملك كنترول انت عايز تحط الاسلايات بتاعك فين بالظبط فانت ممكن نتعمل كنترول العالمين على الارقام بتاعتك ديت الالتكست ان شاء الله بزنال الالت نيتف تيكست هنجيلها في ساكاشن جاية ديت بخصوص الصيز والبوزيشن سبحانك اللهم ربنا بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب وليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته